وضع النجم البرتغالي كريستيان رونالدو لاعب النصر السعودي نادي برشلونة في ورطة ببطولة كأس العالم للأندية النجم البرتغالي حقق لقب منديال الأندية مع ريال مدريد قبل رحيله في 2018 ثلاث مرات وعلى الجانب الآخر حقق النادي الكتالوني كأس العالم للأندية ثلاث مرات في تاريخه وأصبح جمهور نادي برشلونة يتساءل عما إذا كان الفريق قادرا على تحطيم عدد ألقاب كريستيان رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية أم لا ونظرا لابتعاد البارسا عن المشاركة في كأس العالم للأندية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى التهديد الذي يواجهه قبل منديال الأندية لنسخة 2025 بسبب المنافسة مع أتليتكو مدريد على حجز مقعد مع ريال مدريد فقد أصبح الطموحات الجمهور بعيدة في الفترة الحالية